مع قرب الموعد الذي حددته رئاسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية والمفترض أن يكون في جلسة يوم الاثنين المقبل وفق التوقيتات الدستورية الأن التنافس بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي فؤاد حسين والاتحاد الوطني برهم صالح ما يزال على أشده مرشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين أكد للحرة أنه يحظى بدعم كبير من القوى السياسية الرئيسة في بغداد والكتل الكردستانية كونه مرشح حزب يمثل صاحب القرار في الأقليم حسب قول حسين إلا أن البعض يرى أن التوقيتات الدستورية ستكون عامل ضغط لحسم هذا الموضوع التوقيتات الدستورية أنا بتقديري ربما تشكل ضغط كبير جدا باتجاه التعجيل بحسم المناصب الرئاسية منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء الفترة المنصرفة يعني أنا أعتقد شهدت كثير من الحراك لكنه لم يثمر أو يفضي إلى نتيجة تحسم الجدل دائر بالمشهد السياسي العراقي وحسب بعض التسريبات من داخل تحالف البناء فإن الأخير وعلى لسان أحد قياديه فاتح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني حول إمكانية استبدال مرشحهم فواد حسين بسبب ما أثير حوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وقد أبدى برزاني عدم معارضته بحسب هذه التسريبات أعضاء عن اتلاف دولة القانون أكدوا أنهم مع المرشح الذي يحقق الإجماع الكردي ندعم أصحاب القرار وطرحنا عليهم أن يكون التوافق الكردي هو أصحاب القرار عندما يأتي المرشح من كردستان مدعوم من الإجماع الكردي سيكون صاحب قرار بالتأكيد مع احترامنا لكل المستقلين المرشحين ولكن هناك مشاكل عالقة بين بغداد وكردستان بحاجة إلى من يمثل هذه الأحزاب ومن يمثل هذه الحكومة برلمانيا من أجل أن نحاول حل هذه الإشكالات إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية هو مناورة سياسية بحسب مراقبين القصد منها الحصول على منصب محافظ كركوك وبعض الوزارات السيادية مقابل التنازل عن منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني يحاول أن يضغط على الاتحاد الوطني الذي يتسم بالتفكيك بعد وفاة المرحوم جلال الطلباني أعتقد يحاول أن يقوم بهذه المناورة من أجل الحصول على منصب سواء محافظ في كركوك أو الوزارات التي تمنح لهم في بغداد وفي حال استمرار الخلاف الكردي الكردي على اختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية فسيصار إلى تأجيل التصويت على المرشحين لهذا المنصب الاثنين المقبل والإبقاء على أجواء جلسة مفتوحة بحسب نواب محمود فؤاد الحرى بغداد